والله يسعد لي اوقاتكم تابيني يعطيكم الصحة والعافية اليوم طريقتنا عصير الحصروم هلأ موسمو الحصروم عصير الحصروم تخزين عصير الحصروم طبعا عامله بالسكر وعمله عصير للطبخ هاد بالسكر وهاد اللي التاني عاملته للطبخ طبعا للسلطات طبولة بديلة عن الليمون طبعا هاد عصير الحصروم عندي عشرة كيلو طبعا حصروم هاد حصروم العنب اللي قبل ما يستوي اللي بيكون اعجر حامض عرفته شلون هاد الحصروم احنا من قلة السورية حصروم يعني العنب اللي الحامض الاعجر لسا مو مستوي عنب عندي عشرة كيلو عم بغسلهم منيح شايفين شلون بغسلهم بدي افرطه طبعا نغسلهم منيح انشان بيهون قبرة وايك يعني بتعرفوا الحصروم بلتقى عليه قبرة وايك اشياء نغسلهم منيح ونحطهم مصافي لينشرفوا منيح من الميو هلا منفرطه شايفين شاها ما شاء الله عليهم حصروم شي بشحي حامض كتير طيب دون السوريين يعني كل شي بلا سوريين بيساوا هذا تخزين الحصروم قصير تخزين الحصروم طبعا انا فرطهم هوني ما شاء الله رمو لك العشرة كيلو هلا بدي اضربهم الخلاط طبعا معب الخلاط ضربة اول ضربة والتانية والتالتية وبس طبعا واحطهم مما صفايا بصفيهم شايفين شون انا حطة بالمصفاي شاشية مضيفة شان يعني اسهل الي اه العصير طبعا وما بنزل رواسي يعني بيجي العصير صافي بهالطريقة ضربهم ضربة الاولى والتانية والتالتة شان ما يمرمر البزر طبعا وهلا اصفيتهم منيح عطيتهم بالطنجرة هذا بدي ساويري هذا العصير بدي اغليه حطله معلقة ملح كبيرة صخري ومعلقة سكر صغيره معلقة ملح الليمون صغيرة وبغليهم لمدة ربع ساعة هلأ عم بحركم حتى يدوب الملح الملح الليمون والسكر بقى معلقة كبيرة ملح معلقة كبيرة ملح صخري ومعلقة صغيرة السكر ومعلقة صغيرة ملح الليمون هاي كلها مواضحة افضل طبعا وقت بتعصروا الحصر البسوا كفوف هون انا طبعا كل كاسة عصير حصرهم مقابلة بدا كاسة سكر بتكون تعيروهم كل كاسة بدا كاسة سكر طبعا انا عيرتهم معي طلعوا شي ست كاسات وحطيت مقابلهم ست كاسات سكر يعني ست كاسات عصير حصرهم ست كاسات سكر يعني عيروهم كل كاسة عصير حصرهم بدا كاسة سكر حطيت لهم هون مع الأصغيرة الحليمون. حي ما داحة عافظة. كمان هلأ بتركهم دوني شغرة ربع ساعة تلسة عموا اكتر. بنغلي هون. بعد النصف الغاز بنعبيهم. طبعا هلأ بطلع لون رغوة على وشهم. بس يغلوا بيطلع رغوة. للرغوة كلها هي من الشي اللي عمنا عليها. طبعا قدت لكم وقت انتو عم تصد اه بتعصروا الحصرون ما لبسوا كفوف. وقبل ما تلبسوا كفوف لبسوا دانوا ايديكم بالزيت. عشان ما تحرقكن ايديكم يعني انو بتحسس الايدين للعصير الحصرون. ولبسوا كفوف. طبعا انا هاي. ما لي غالية ولا شي. بس بدي حط لها مع اه صغيرة سكر ومع الات ملح. هاي لها تقريبا نناكلها لمدة شهر تقريبا. هاي بدي حطه بالبراط. هاي معلقة سكر. هاي معلقة ملح. ومع لقات كمان ملح اللي مو. الصغيرة طبعا. طبعا هلا منخضة منيح. وخلاص هاي صارت جاهزة. اما هلا هون شعفين شنو طلعت الرغبة. طبعا السكر. هلا ما تشيل. هاي هي عصير يعني اصنص عصير الحصرون. اما هاي لس طبعا السلطات. والتبولة واليبرأ. يالي نجي. فاتوش منحط منه. عصير هاي بديلي الليمو. كلها منشير الرغبة من عليها. ان الرغبة هاي بتخرب العصير. طبعا انا عم بغلي قهوة. بنو بناتي عندي كمان. بنغلي القهوة بنشرب القهوة انا وبناتي. شايفين شون ما مصال لي رغبة عليها بل مرة. طبعا عصير الحصرون تبع الشراب اللي بالسكر صار جاهز معنا. شايفين شلون? صلع لونه. هذا الاسنص عصير الحصرون. يعني شراب بنساوي. وهذا للسلطات والتبولة. ويعني يعني اللي نجي وهيك اشياء. هذا بديلي الليمو. وهي يعني مكعبات. عبيت مكعبات كمان تقدروا تاخدوا مكعب تحطوه بالسلطة. او التبولة طيب كمان. حطوه بالفريزة. كمان سهل وظريف. شايفين هذا عصير الحصرون بديلي الليمو. اما هذا آآ شراب الحصرون. طبعا بالسكر. شايفين ما احلاهم? ما شاء الله عليهم. تبارك الله. سهل ولزيز وطيب. بيقعد معكم من السنة للسنة. طبعا منحطوه شوية زيت. هي مادة حافظة. طبعا العصر. السلطات. اما الشراب طبعا للسكر. لأ ما بدو زيت. بتحط بالخزن ما بصلو شي كمان. هاد بدو برات. حطيت لنقطة زيت هاد بدو برات. هاد اكل مدة شهر شهرين اكتر. اما هاد التاني شراب. اصير الحصرون طيب ولزيز. اصنص. اصير الحصرون. شايفين احلى? احلى شراب. بصير طيب ولزيز. وبديلي الليمون طبعا هذا. بصير بديلي الليمون بالسلطات والتبولة. ويعني كل الاكلة فيها حمض تحطوه من فيه. ما شاء الله عليهم.